السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله خبر جد سار الجزائريين واخيرا فتح الحدود الجزائريات بالكامل في ديجنبر هل تتجه الجزائر نحو اعادة فتح كامل لحدودها في ديجنبر 2021 هذا ليس مؤكدا بعد لكنه ليس مستبعدا تماما اذا كنا نعتقد ان مصادر من وزارة النقل الموكلة لازم لا انا من موقع دجاليا وبحسب المصادر نفسها فان السلطات العليا الجزائريات قد اعطت موافقتها من حيث المبدأ على اعادة فتح كامل لحدود البلاد من اجل التنقل الطبيعي للسكان لكن هذا القرار يعتمد على حالة مرتبطة بازمة فيروس كورونا الصحية والواقع ان رئاسة الجمهورية كانت ستفرد شرطا واحدا لاعادة فتح الحدود الجزائريات بالكامل وهي نسبة التطعيم الوطنيات التي لا تقل عن 70% وتقول المصادر نفسها ان هذا هو الشرط الوحيد الذي يسمح بالحصانة الجماعيات في الجزائر والعودة الى الحياة الطبيعية اذا وصلت حملة التطعيم التي انطلقت في يناير وتسارعت في شيتنبر الى 70% بحلول ديجنبر فسيتم اعادة فتح الحدود الجزائرية مع جميع التعديلات اللازمة لسيما عدد الرحلات الجوية الدولية والمعابر البحرية لهذا فان خطة خاصة جاهزة بالفعل للتنفيذ في حالة الوصول الى الحصانة الجماعية اخبار جدي سارة للجالية الجزائريات بخصوص عودة العبارات الجزائرية برنامج المعابر مع فرنسا تم تفويد شركة النقل البحري العام للركاب باستي انافر حلاتها الى دولتين فرنسا واسبانيا بخدمة اسبوعيات لكل الدولة ستعبر العبارات الجزائريات المتجهة الى فرنسا بين الجزائر ومرسليا ذهبا وايابا سيكونون على متن عبارة باجي مختار ثلاثة العبارة الجديدة التي استحوذت عليها شركة الشحن الجزائريات في نهاية الصيف الماضي باجي دي مختار ثلاثة لمعابر الجزائر مارسليا تبلغ سعة باجي مختار ثلاثة فاصل الف وثمانمائة راكب وستمائة مركبة يحتوي على اثنى عشر طبقة بمساحة اجمالية تزيد عن عشرين الف متر مربع مع اكثر من خمسمائة كابينة ركاب وما يقرب من مئة كابينة للطاقم يتم توفير مناطق تناول الطعام والترفيه والمتاجر المعفى من الرسوم الجمركية والبرات والاماكن العامة الاخرى للركاب يجب ان تساعد هذه المعابر في تقليل الضغط على السفر بين فرنسا والجزائر حاليا تخدم مرسليا رحلتان اسبوعيا تديرهما شركة الخطوط الجوية الجزائرية هذا قليل جدا بالنسبة لثاني اكبر مدينة في فرنسا والتي تعد ايضا موتنى لثاني اكبر جالية جزائريات في فرنسا بعد منطقة باريس عبارة الجزائر الجزائر مرسليا في ثمانية عشر ساعة فقط سينطلق اول خط بين الجزائر العاصمة ومرسليا يوم الاثنين واحد نوانبر من المقرر المغادرة الساعة اربعة مساء للوصول في اليوم التالي الثلاثاء الثاني نوانبر الساعة احد عشر صباحا في مرسليا اي معبر لمدة ثمانية عشر ساعة هذا هو الوقت القياسي لعبارات الجزائر على هذا الخط وميزة على المنافسة من المقرر انطلاق الرحلة الاولى من مرسليا يوم السبت ستة نوانبر في الساعة اربعة مساء للوصول في اليوم التالي الساعة احد عشر صباحا في الجزائر العاصمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة